موسيقى روحت الفندق ليه يا سليم؟ مراتك كانت هناك مش كده؟ موسيقى بعد كل اللي حصل وكل اللي قناه وفي الاخر برضو خطرته بعد كل اللي عملناه معاك وستحملناه وبردو في الاخر عايز تسيدنا وتروح لها موسيقى موسيقى اللي في الرجاع دي بتحبها هاريت اخك وانت بتحب دينك وبتخاف عليه زي ما انت بتحبها من أول مرة قابلتك وانت لك السكة دي مبتمشيش معايا كالا انت عمرك ما كنت معنا ولا عملت برسالتنا فوق بقى فوق كفا يا تبسيل انا وانت هنا الواحدين مفيش حد موجود مش لازم تطلع لي عدة النصب دي عقيدة يا سليم عقيدة افضل طول عمر يحارب علشان عشان غابي ما ساعة ما جيت هنا انا بفكر واحد زيك عايش اللي عيش هدي ليه هم؟ ما لقيتش يا جاب غير ان انت فاشل وجاهل ورحت لميت شوية العال غالبة دول حواليك بتكلمت ان انت حفزتوهم وتحكت عليهم بيهم وتحكت عليهم باللقم اللي بتديها لهم فحسسوك انك ملك وانت ولا حاجة انت لو جابولك السلطة لغاية عندك مش هتعرف تعمل بيها حاجة لانك فاشل وجاهل وغبي واخرك تضرب بالرصاص بس انا كمان غبي غبي حشان جيواد مش هتول واحد زيك انت فعلا ان الغالي يا سليم معارف اللي علشان الجاهل المتخلف اللي وايف بصعدك ده عارف يجيبك يا بش مهلس يا متعلم يا بتاع المدارس ويخليك تعمل اللي هو عاوزه بيغضاك انت ملك يا سليم ملك كل اللي انا عايزه منك بتعمله انت راضي انت راضي انت راضي زي ما رحمتك من حكم اعدام زمان ايه اليوم اللي انفزه فيك دلوقتي اه 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 دي كبان مش قادر عليها لسه سليم ما عاد موتك مجيش ما سيبك كده لحد ما نخلص الورانا وتشوف بعينك هنعملي لما نوصل لما تعرف غلطتك ساعت ما خرجتها ومتوعنا ساعتها بس هيتطبق عليك شرع ربنا شرع ربنا وحلي 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 ساعتها حاضر يا شيخنا ما قلتلك مش هموته يا صالح سليم هيموت يعني هيموت دلوقتي بعدين هيموت وهتشوف رد عليك؟ امت وفين؟ فين؟ انت متأكد؟ طيب طيب ماشي اتحرك روحه طبعا انت روحت قابل ومستني ايه؟ وزي ما فاهمتك ايو فنم معتاز اتحرك دلوقتي عشان يقبل سليم ادخل ام ايو 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 تمام يا حمزة تمام باشا طب بقولك يا حمزة اتصرف انت واحنا هنتحرك مع السلامة فيها صبر باشا خير معتاز رايح يقابل سليم فين؟ في محطة المترو واحنا لازم نعمل حسابنا كويس جدا لان لو اي حركة غلط سليم حس بيها وهو فوسط الناس هذا ما مصيبة كبيرة ساعة ما جيت هنا وانا بفكر واحد زيك عايش العيشة دي ليه؟ تلقيتش اجابة غير ان انت فاشل وجاهل ورحت لميت شوية العلد غلاب هدول حواليك وبالكلمة ان انت حفظتهم اتحكت عليهم باللقمة اللي بتديها لهم فحسوك انك مالك وانت ولا حاجة Bilal اتحكت عليهم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مش كلها حصل خير موضوع عذا كنت دعلي وقت طويل ولن نسيته طيب في حاجة كمان محايرة قال الفتحير ايه انتي تقسود ايه يعني ازاي بعد بعد كل لي عرفتي ده وبعد كل اللي حصل وكل المشاكل اللي اتعرضت لها بسببه ليه مسبتيهوش ومشيتي تقصد ايه هقصد يعني بعد كل اللي عرفتيه عن سليم وبعد كل اللي اتعرضتيله ولمشاكل دي كلها ما سبتيهوش ومشيت ليه عشان بحبه عارفة انه صعب عليك انك تفهمي عارفة انه صعب على اي حد انه يفهم انا نفسي ما كنتش فهمة انا بعمل كده ليه كل ما اخد قرار اني ابعد ونسيب كل حاجة ورايا بضعف ما بقدرش بلاقي حاجة موقفاني حاجة كده شداني ليه وبالرغم من الكل اللي عمله وبالرغم انه عارفة انه ما ينفعش بلاقي نفسي بسامحه كل مرة زي الامة بتزامح ابنها ما معمل ما تستغربش لو قلتلك ان انا كل يوم بفضل مستنيه سليم انه يرجع يرجع وياخدني ونعيش مع بعض حياة حلوة زي اللي كنا عايشينها مع بعض اللي ترجعتي بتحبيه يا اخوة صالح و جاسر ومحمد وعبد الرحمن هيجوا معايا وانتوا هتأمنوا المكان لو حصل حاجة عارفين هتبلغونا ازاي وانتوا هتوفوا هنا سليم ما يخرجش من قطة ولا حد يدخله ولو حاول يعمل حاجة فلا لو ما عليكم ولا تفريب فاهمين كلامي ها؟ امرك يا شيخي امرك يا شيخي اتوكلنا على الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بو اشتركوا في القناة مش فاهمين اشتركوا في القناة ايوا يا فندم جابر اللي جامل سليم جابر جابر المحلاوي متأكد يا ابني ايوه يا فندم جابر مش هنعرف تعمله حاجة هو في وسط الناس جايز يكون مأمن نفسه هنعرض المحطة والناس لخطر عندك حق محدش يعرب له وخليه تاحد المرابة من غير ما يحس بيكم دي فرصتنا لازم نعرف هيخرج من هناك يروع على فين يا رجالة اكسمعوني كويس ما تتكلم سيمات ان عندك حاجة ضروري وعايز تقولها خير اصلا انا كنت فاكر سليم هو اللي جاي سليم مش فرضي اللي انت عايزه اللي اقولي ايه ايه في مشكلة في موضوع المتحف لا ابدا مفيش كل حاجة ماشية زي ما امرت الشيجابر حتى انا ماشيش مشكلة يبقى اكيد عايز حاجة مش كده ولا ايه انا بس كنت عايزة اسأل يعني بعد العملية متتم وكل حاجة متخلص انا حروف فين هتروح فين يعني ايه بتتكلم يا معتازي خلصني يعني يوم ما توصلوا الحكم انا نصيب ايه شوف يا صبري باشا احنا هنحط ناس هنا وناس هنا وناس هنا ولو جاي برحب يخرج من اي بواب من دول لازم يترسد لحد ما يرجع العربيته ويرجع بقى على المكان اللي هو جاي منه لحد معتاز مش هاي حد يا فنم ده واحد من اهم رجالته وشركته من اهم مصادر تمويل التنظيم وجايز يكون هو ده اللي جابه مسليم مجاش ليه؟ لسه مش عارفين يا فنم لكن احتمال يكون قريب منه لان جابر مش هيختار مكان يقابل فيه حد اللي ما يكون مأمنه كويس يبقى مش لازم نخاطر انتوا ترقبوا جابر كويس اوه في المحطة اول ما تشوفوه تقبضوا عليه هو اقول لي معا ممكن تستعينوا بفرقة خاصة معكم ازا حاول ليهرب او يقاوم هتساعدكم لما هم عندي ان جابر يكون قدامي من ده دي سواء عايش او ميت مفهوم؟ تسمحني يا شيخ جابر بس انا ورده كان لازم اسأل انت اكتر واحد عارف انا تعبت قد ايه وعملت ايه عشان كل حد النهاردة والعملية اللي جاية دي انا اكتر واحد ممكن يتقذي فيها لو اللي قدر فايا مفيش لو يا موتز لو بتفتح عامل الشيطان احنا موصلناش لكل اللي وصلنا له ده علشان تيجي في الاخر وتقول لي لو مش قصد يا شيخ جابر وبإذن الله كل حاجة تمشي على خير وربنا يكرمنا لكن بعد كده يعني انا واضي حيبقى ايه موسيقى 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 ايه؟ خايف ما نحتاج لكش تاني؟ صراحة؟ اه خايف انا بدي اخلك فلوس كتير ودخلتوكو المتحف وبعد ما ربنا يكرمنا وتوصلوا انا خلاص مش حيبق لي لازمة هنا مين اللي قالك كده؟ هو ده ظنك بينا معتز؟ شفت من هنا اللي غدري قبل كده وخايفني وخدور بك تاني؟ ده العفش يا كابره مش قصد كده خالص؟ احاولي ولقو تقيلة بالله الحرب لسه ما خلصتش وجاي بالدورة الغنائي حتى انت يا معتز حتى انت بتجري على ظنيتك وناس يا ربنا سيبلك ايه في الاخرة؟ يا شيك جابر انا لو بفكر كده ما كنتش خطرت ولا دخلت من الاول اه لو تعرف يا معتز احنا كنا شايدين لك ايه؟ العملية دي بعد ما تنجح احنا بينا محتاجين واحد ديفهم في الاقتصاد واحد ديفهم في الإقدارة الواحد ده احنا بينا اشتركوا في القناة 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 علي محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة